إذن نرحب بلالة ساميرا منطغري أهلين وسهلين مرحبا بك معنا السلام عليكم وعليكم سلام ورحمك نذكر أن ساميرا منطغري أخي صائف تغذية وصحبت ناتور هاوس بمكناس إذن طيلة الأسبوع تبارك الله أستفنا منك شيء الكثير وتبعناك في حقيقة في النصائح راحنا غدين فيها نتمنى نبقى وغدين فيها أشهر كامل إن شاء الله كخلاصة لما قلنا اليوم نحاولو نتكلمو كيفاش نحن كنشريو المواد مثلا يكن سهلكو لكن كيفية الطبخ كذلك كنش نتخلطوش يمسو منها إلى غير ذلك ها نتكلمو على خلاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كان عندي شرف باشنا شرف لينا أكيد شرف لينا الحمد لله معكم هذا الأسبوع اللي كان هو غني يعني الحمد لله باستجوابات معه هنا في استوديو والحمد لله اللي ربي وفقنا نوصله بعد النقط اللي مهمة في هذا في علم التغذية في هذا الشهر المبارك طرقنا على بعض الأسئلة اللي كانت تمنى تكون وصلت للمستمعين هي لماذا نصوم من ناحية طبية ومن ناحية العلمية ما هو أثر الصوم على صحتنا الحمد لله فهمناها شنو هي الأغلاط اللي كنقوم بها في شهر رمضان وكيفاش نتفادوها شنو هي المأكلات اللي لازم تكون حاضرة في الطاولة دينا والحمد لله حضرنا عليها وأكدناها وعودناها بزرد المرات شنو هي المكونات الغدائية اللي لازم تكون عنا في صحة جيدة رمضان ومن غير رمضان وكن نظن بإننا إن شاء الله إلا خرجنا من هاتجربة غادي ندوم عنا هاتجربة السنة لكلها وماشي نقوم تنتظروا غير شهر رمضان اللي نتخلصه من السوموم ولم السومنة تكون عنا الأيام كلها أيام اللي فيها تركيز على المواد الصحية هدرنا البارح على كيفاش نزلوا الوزن ولي هدي فرصة مهمة اللي ما يطيحش الوزن وما يغتنمش فرصة رمضان 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 غادي تفوتوا هاد الفرصة وغادي غادي يتعب من بعد في سنة إلا تطرقنا على هاد النقاط كلهم كيف قلت إلى لدنيا إلا فهمت بأن نأكل بشكل صحي إلا فهمت بأن السوم صحي لي إلا فهمت بأن السومنة لدي متراكمة عرفت مني كنجبهم تنجبهم المواد الصناعية وتنجبهم المواد اللي ماشي هي من الأرض ولماشي هي من الماشي هي الأربانية كيفاش غادي ندير باش نحمي راسي قبل ما نقلس على الطبلة نعم نعم بالفهم هدنا ثلاثة ديال المراحل اللي غادي ندوزوا منهم المرحلة اللوله هي عملية الشراء باش نشي السوق وتنشتري العملية الثانية هي عملية التخزين في المطبخ والعملية الثالثة هي عملية الطهي أو للطبخ ألو العملية اللوله النصحة اللي كان أعطو الناس هي أن يقوموا ببرنامج غدائي مكتوب يعني إحنا الحمد لله ناس وصنا خصوصا لمرأة لك تكون تتشتغل ولا احتربت البيوت اللي عندهم أطفال كتعاونهم في المدرأة يعني دي ما عندهم برامج ما غادي تدير الأسبوع الجاي ما غادي تسافر العام الجاي شنو غادي تدير غدا يعني كنت ننصحوا الناس بطور قصتيله الحياة بدون برامج ونحطوا برنامج غدا شنو أنا محتاجة وشنو عندي في المطبخ وشنو ما عنديش وما نمشيش للسوق غير هكا كجوال وطيارات اللي جتت الديني ونكون مغوية انخفاضات في الأتمان بعد المرات تلقوا الناس يمشي وشيريهم بعد المسائل اللي غايت بتمن من خفض ومشي ضروري هي محتاجينهم يعني دفع احنا كنشوفوا انخفاض في أتمن ثمن القناة النقانق وخيحطوهم حتى بيدون مقابل وش ضروري نشيريهم وضروري نحطوهم على الطاولة دليل إنه ما فيهمش منفع لنك خاسني تكون عندي ورقة مكتوبة فيها شنو غادي نشتري ونمشي وأنا عارفة بإني لا فهمت وتبعت الحلقة ديال والبارح وبإنه حسي يكون عندي سبع هذه المسائلة تكون عندي في الضر وهي الحبوب والقطاني والفواكه والخضر واللحم والبيض وقليل من السكريات والدهنيات لشكل زيت زيتون وزيت أرغان واش هاتشي عندي بعدها في البيت باش نقدر نحطوهم هذه النقطة اللولى النقطة الثانية عمري ما نمشي نقوم بعملية التسويق وأنا في الجوع لإن العين والشهوة كتتغى يعني إلا مشتونا دايما ولداتي هما فيهم الجوع غادي هما براسهم غادي بغيوا يشيروا بعد المسائل اللي إحنا مستغنيين عنده دونك نمشي والسوق وحنا يعني في آكلين شي حاجة وولدين الأولاد حتى هما من ديومش وحنا مخرجين من المدرسة نشان غادي معنا للأسواق هذه النصحة اللولى اللي غادي نأكدو عليها وفاش نمشي ونشتري هذوك المسائل هنا غير بين قوسين إلا كان ممكن نرجعوا القفة ديال الدوم باش نحطو في هالمشتريات لإن النوع يعني العدد الهائل دي الأكياس البلاستيك اللي كنجيبهم الأسواق وكندخلوا البيوت ونعود تلوحوها في النفايات راحنا هذو الأرض ما عرفنا شو شغالي نخلوها لوليداتنا وحفايدنا في أي شكل يعني نرجعوا القفة ديال الدوم ونرجعوا نستعملوا هذوك الأكياس البلاستيكية بكثرة وحتى لأن القفة الدوم حالا دي كانوا كيستعملوها الجداد ديالنا نبقينش نستعملو لإننا نمشي مديرو هذو ما البلاستيك إيكو نشيرو ذاك القفاف لهذا يعني غير نحن كنوا هذو حاضرين بعد المرة نشوفو بعدي الناس في الأسواق تيحفنوا ذاك البلاستيك لإنه تعاودوا عملية التخزين في البراد فيه وهذا لا يجوز لإن نحن عارفين بإن السموم ديال البلاستيك كبيرة ديوكسين والبيفيسون والحامد في ذلك لإن هذو تسممات بطيئة لما كنشوفوش دبا ما كنشوفوش دبا المسائيل ديالهم ولكن تسممات بطيئة اليومنا كل شي حاجة نخذنا في البلاستيك في البراد يعني كانوا تفاعوا الكيميائية غدا نحب شي حاجة سخونة في البلاستيك هذي نرجع لهذه المشكلة يلطيئة بغينا نرجع نلقف تسويق يعني كيف قلت قامنا ندير تسويق ذاكي يعني أجبت ذاك الخير لإعطاني الله البيت ونكون متأكدة بإن كثرت من الفواكه والخضر الموسمية يعني وخاتي كل الحمد لله الخيرات موجودة كان بعض المسائيل كنخدوهم لإننا موجودين ولكن مشوقتهم باش نعمروا بهم ولكن تأكد بإن عندي الفواكه والخضر الموسمية كتر من ذاك الفواكه والخضر الماشي موسمية باش نكون عندي إكيليب وديما كنأكد فاش نهدر على الخضر والفواكه كنهدر على الأنظيمات والأملاح المعديين وفيتامينات يعني إذا جبتهم هما خفاف ضعاف يعني ما فخاجيل يعني فاش نجيبهم ما نخليش ذاك المسوقات ديالي محطوطين في واحد الانفيرونمون لي ماشي هو نضيف ولا ماشي هو درجة الحرارة عالية ونخلط المسائيل مع بعضها لا نجيب المسائيل ديالي ونقوم بعملية التنظيف ديال البراد للتلاجة لإن راها كاريتا في هات شهر رمضان يعني كان تحدى أي واحد يلم شاح البابة في البيت ديالله البراد ديالو وزا ما سمحني نقول لك مخلعوش لان كتلقي ما بعد المسائيل غريبة محطوطة فيهم وكل شي مخلط في الخناشي والبيض مع جبن حداه الحليب حداه اللحم اللي شد البارح حداه شي زلافة الحريرة ديالو اللي بارح هذا لا يجوز لان هنا عنا تلوت كبير وخسنا ننضفوا البراد ديالنا باش نحطوا كل حاجة في بلاستها وجبت هذوك الخضار وجبت هذوك الفواكير جبت اللحم جبت الأجبان دونك خسنا نكون عندي واحد تقافة كيفاش غدي ندير أعماليات تتخذين بعدها ما نشريش بثاف باش هذيك تلاجة تتحل مئات المرات في اليوم ربط البيتات تتحل الأطفال تتحلوا يعني ما نكونوش متأكدين بإن درجات الحرارة تبقى مبين سفرحتها لربعة ولا لا درجات الحرارة تتعلى لإن خصوصا دباع فصل الصيف وفاش تنجيبوا اللحم والدواجن ولا الأسمك ما نخليوهم جمحطوطين في المطبحتان سالي وهم عادنا عملوهم عمليات تخزين اللحم والأجبان وانا كنقول لو تنأكد راكين شي تسمم متل ما كيبانوش في العين راكين شي تسمم هو القئي ولمشاكل ديال الأمعاء ونشوف الحرارة طلعت راكين بعد تسممات اللي كدوز بطيئة ما كنشوفوهاش ولكن تسمم على تسمم كيرجع في آخر المطاف مرض مزمن اللي احنا اليوم كنشوفوهم على أشكال أمراض اللي غريبة من النوعه نوك هنا كنا نأكد على ربات البيوت والناس اللي في المطبحت عندهم مسؤولية كبيرة يعني وحتى لكنا ما تنفهموش بأننا نقولوا واحنا ما فاهمين شو ما وعيين شو ما عارفينش الكيمياء وما عارفينش مقرينش هاتش اللي كنت تقولوا عليه نمشوا غير من نظافة من الإيمان إلا احنا نمشينا على السنة ذي الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم نمشينا على المسائل اللي احنا المسلمين نحن نكونوا نضافة النضافة من الإيمان يعني المطبخ خصو يكون ضيف إلا غدي نغسل المعنات نغسلهم مزيان لإنما يبقاش فيهم ذاك المواد الكيميائية اللي كنغسل بهم لإنما بعد غدي نعطي الأطفال وهذاك الأطفال هذيك الجرعة الصغيرة اللي أنا حقرتها وقلت ما عليها شرات شلوه هذك الطفل الصغير ممكن يقوم بتسمم لما نشوفوش دابح هذه الأطفال صغيرة بالنسبة النظافة وبالنسبة المطبخ خصو يكون أنضف محل في البيت ثالثا دبا غدي نصله للطهي كيفاش غدي ندير غير بالنسبة ما غديش من الوقت ما غديش يسمح لي المشيف في عملية التخزين كيفاش نخرج وإن شاء الله فيما بعد مقدرون تطرقوا لكل هذي المقات غير واحد الغلطة صغيرة فاش نخرج اللحوم من الكونجيلاتور باش نطيبه مرة ما ممكنش نخليهم على الهواء محطوطة الخصومي عمليات تدويب الثلج خسا تدير في البرات يعني في تلاجة نخرجه في الليل حلاغدة وما نديروش في الماء سخون وما نديروش في الماء بارد هذوك المسائل تيتلفوا الفيتامينات وتيتلفوا البروتينات من الأحسن ما يكونش عندي المسائل في الكونجيلاتور إلا كنو ولكن ده بهد العصر بإنما عندنا شلوقت نعملو عملية تسويق كل نهار غيري لجبتشي حاجة كونجولي نحتفت لجحتة الكونجولة ما ننقاش ندير طرق غريبة باش نهدا لإنها كانت تنهلك وكانت تنقضي على المواد الغذائية دياله لنك هدرنا على كيفاش غدي نشري هدرنا على كيفاش النظافة في المطبخ وعلى المسائل اللي غدي نحضروا بيها ويكون هديك الماحل اللي كان نحضر به النظيف والسكين إلا قطعت به شي حاجة خضرة ما نقطعش به شي حاجة طيبة يعني ما نقطعش اللحمهم بعد نقطع به جبن ما نكشرك هز جراتيم يعني أنا في المطبخ رأني أنا براسي يدي فيهم جراتيم من قشت اللعب البيض رغم ما نغسله ونضيره في تلاجة ولكن تنمسحه ولكن يلاحطنا في تلاجة جيب الغبار دياله وعلش ما نغسله لحقش ومحميم واحد المادة يعني بغيت ما عنديش الوقت نمشي بعيد ويعني أنا متحمسة مشي شنهار كتر من يكون عنا الوقت باش نهضروا فيه غيب نأكل بإنا هدي مسؤولية والناس اللي في المطبخ يعرفوا بإنا رمكي وكلناس موراهو هذا بغيت نرجع للطهي طهي إلا كان ممكن التوابل نقومه بتنظيف ديالهم علي الدينة لأن فاشتا هدي نهضر عليها أول حاجة لأن احنا بلد ديال الشمش ديال الحمد للله عندنا التوابل بكثرة غير ما شي عيب ولكن عندي الوقت نشري الكامون نشري هذا الخرقوم الخرقوم تنكد عليه لأنه أحسن من ذاك الزعفران الكيميائي اللي كافي اللون نشري العطرية ديالي ونمقيها عاد حلها وخها هدي غدي تاخد لي واحد الوقت ولكن نديرها بواحد مرة في الشهر لأنه هنا كانت فادة ذاك الحصي وذاك التربة بعدما لا تلقوا بعض المسائل اللي ماشي ما يمكنش ناكله إحنا ما يمكنناش ناكله الحجر ما يمكنناش ناكله البلاستيك ما يمكنناش ناكله لأن احنا معناش مع الوقت تلما أترس في ذاك اللحظة مع الوقت يأطر علينا ومعلوم لذاك إلا كنا جبت المواد المهمة وقمت بتخزين ديالها مزيان فاش نجي نصبها نكون عندي الأوعية اللي كتكون هادا نرجع لدك التاجين ولكن التاجين دبال الحمد لله اللي المراكز ديال السنعات التقليدية ديال تطابع باش تتهمي المستهلك من المسائل اللي كتشتراب بشكل ماشيليا ناخد ماشي مشكلة للكوكوت وهذا اللي كنستمليه غير يكون الانوكس جوه جودة عالية غير نحيد القلي نحيد ذاك التحميس لهذا ونرجع غير كنت قدين نحضر واحد الواجبة نحضر تاجين تاجين بالماء والزيت واللحم والخضر غدي نكون فيها فوائد أولا نبخر ألوخفاش مكنت تنبخر ما نحتش البلاستيك فوق ذاك شي اللي كان نبخر راها كاري تعود موك ندير واحد تسمم كبير ذاك شي اللي كان حضر نحط كتان أبيض نضيف نحط عليه ندير ذاك الكتان بالأجين اللي كنا تنديرو باش نديرو القفل على الكسكاس نحط شي حاجة ديال الدوم علش ما رجعوش للدوم الفعل هذك العجين هم ممكنش كنديرو كنديرو البلاستيك نعم وهذا حقا حتى لقدرنا البلاستيك بعيد على الأكل سنقولوا ماشي مش كثيري ما يكونش عنا التصاق من الأكل لأن هذوك لديوكسينو اللي بيفسفو نرهم أخطر ما يكون وما تيبانوناش الأعراضي لهم ذا بتيبانونا من بعد علش كثير الأورام علش كثير الكانسير علش العقم كده العقم يعني غير نتقى والله فاش نكونوا في المطبخ نتقى وغي الله ونقولوا بإنا أنا مسؤولة على الناس غدي يقولوا سعلا تكتب لا لا بسهل إذا كنت مفاهمة شو مقاريش على المتغدية نشوف غير هذو نسمع غيش تيقولوا لني الناس وننقر غير شوية ديال البلاستيك ما يمكنش لنا هذا أولا كانوا نحضر شي حاجة سخونة وأول حاجة تنديرها تنكبها في إناء من البلاستيك هذا الهتوى لا يجوز خسيكون عندي في البيت هذو كل مسائل يلجججج يعني هذو الحمدلله ولا هذو بجاج موجود غير هو البلاستيك سيعجبناه لحقاش لا يتهررش لا مكنش البلاستيك في تلاجع خسينا ندره كل حجاج ونعرفوا بإنا زيت زيتون وزيت ترقان ميمكنش تكون نحطوطها في الشمش أولا في الطب سيكون عندي إلا كان ممكن الججاج اللي غامق اللون ونحطوه في ذيك زيت زيتون وتكون مخمضعة في البلاكار ومحمية من اللون لأن مضاد الأكسدة إلا حطتهم أولا بجبتي فواكه وقطعتي الفاكهة وحطتها ومغطتها أولا عصرتي ليمون وما شربتيش ديك ساعة أولا مغطيتش كل شي تتأكسد كل شي تيمشي يعني من بعد ما تستفدو كتلقي ربيت البيت راها وقف النهار كله وراها عيات ولكن فاش حطت ذك الطبق بطريقة باش غسلاته بطريقة لخزناته بطريقة لحضراته كلفاته يعني ضربت ثلاثا المواد اللي هي احنا كنقلب عليها وحطت غير ألياف يعني ألياف لغادي هذا هذه طريقة ديال الطبق وبالنسبة ديال هذا الهارم الغذائي اللي كنقل أنا في المطبخ أعلاش في المطبخ ديالنا ما نحطوش كنقلو القطنية دابل بويوت كلهم تلقى القطنية فخناشه دميكا أو لفتوايساتهم خبعين حتى ربت البيت ما كتعارش شنو عنده فينا ولادس فينا وقفول نحطوا داك شي باين في المطابخ نخرجوا المواد الكيميائية من المطبخ ونحطوا غير مواد الأكل الغذائي وحنا الحمد لله عندنا كتكون المطبخ تيكون عنده واحد بلاسة خيفي يجي في البيت يكون شويش كبير سيكون عندنا المرافع نحط كل شي قبالتيني باش حي تسقادل شي حاجة نشوفها وفي قرعة ديال الزاج قرعة دجاج نحط القطنية كلهم حدايا باش حي تسقادل شي حاجة نستفت عليها ولمشي نشرها فاش نكون غادل السوق أول حاجة نضرب فيها الفكت هي واش عندي القطنية الكاملة واش عندي الحبوب احنا دبا فاش هادرنا على الهرم الغذائي ديال الخضر والفواكه والحبوب واللحوم هذا ما ننسوش بإن في البيت تكون عندي دي مسانج حبر شاد الزنجلان للنافع الكروياء هادوك والحلبة شوية الحلبة اللي تكون عندي وماشي ناخدهم كدواء اللي حدة بسمعت بإن كينش وصفات لا هما خصوم يكونوا في الغذائي ديالي خصوم يكونوا محاضرين عندي لادرت شوية ديال البلبلات الشعير ونضر فيها شوية ديال إيلان شوية سانو شوية نافع شوية ناجل الخبز نضر فيه شوية ديال ثانوج نضر فيه شوية زنجان عندي سلو اللي هدرنا عليه لإنه هو مزياني لكلب إيلان تهوات نضرب إيلان لإنه هو ماشي هاد الحبوب مهما في الأكل ديالنا لإنه هما كي يساعدنا نقوم بعمليات الامتصاص ديال هادوك الميكرون ودخيمون وفيهم أوميغا ثلاثة الحامد الأوميغا ثلاثة محافزات للأنظيمات فيهم دي فيتو أستروجين كيساعدوا على الحمل كيساعدوا على الرضاعة كيساعدوا هما دواء دواء ولكن ماشي تنسمع شي وصفة ويقولوا لي ديري هاد الحاجة باش سيطلع الحلب ولا باش ديري عاد ننط تنجري ونجيب هونغز لا أختي تكون عندي عادية في الأكل ديالي إحنا كنديرو فاش نديرو رفيسة نديرو فيها الحلبة هاكك أخذنا كل حلبة في رفيسة مرة في الأسبوع ولا مرة في الخمسة باش اليوم دونك هنا فاش الحلقة ثالثة فاش هدرنا على الهرام الغدائي فاش هدرنا على الحبوب ركزنا بزفع القطاني ومركزناش على هذا حاجة أخرى بعد المرات إحنا في البيوت ديالنا كان عجنون خوبز غير الخوبز ديال القمح لأ 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 شعير لأ 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 ونأخذ هذا القطاني ونقوله ديرسيفيكاسيون يعني كل نهار نأكل شي حاجة وتكون هذيك الحاجة مصوبة باحد شكل هذا باش نستفد منهم نقطة أخرى ده باشوف على التامرة ضربنا كلها شرينا بداكة خزنا بداكة حبرنا بداكة ايوه فاش نقول سواء الطبلة ناكله بداكة ناكل بشوية غيرنا مضخ بشوية عمليات الهدم تتبدا في الأكل يعني دابة ولا فاش يخرج رمضان نتعلم باش ناكل بشوية ناخد كميات قليلة دي الماء ما ناخدش كميات كبيرة من الماء لان الماء تقيل كي يهبط تحت الماء هذا والماء اللي كناكلات ستتبقى الفق وهنا الناس تشكيون من الغازات تشكيون من عسر العظم وكي هدروا على الإمساك ما هدرناش هذا الأسبوع على الإمساك هذي غيمة بين قوسة الناس اللي كي عندهم الإمساك ثم يعرفوا بأن عندهم مرض مزمن لان النفايات ستتبقى فدات ديالهم واللي لكله إلما تحتش وكي نفايات مرة فربعة وعشرين ساعة يجب عليك أن الشخص بإنه تمص السموم فعود ما تلحق يمصها يعني كي تبقى السموم في الدات وهذا ماشي غير جزء لكي نحافظوا والناس في رمضان تشكوا بزاف بهذه المشكلة خاصة نشربوا الماء خاصة ناخدوا الألياف الخشبية وخاصة نتحركوا هذي ثلاثة إلا درناهم مستحيل ما يكون عندنا مشكلة القبض ونكترهم الفواكه وفي الطاولة ديال الفطور ديالنا نبدأ بالماء وخلاص التمر والماء والشربة والفواكه ولكن فاشي خرج رمضان ماشي نعود نرجع لعادات القديمة ديالنا كيف قلنا احنا في الأول عندنا إعادات التربية في التغذية يعني فاشي يكمل هذي الشهر المبارك ما استفت منه؟ طيحت الوزن نقيت الدات ديالي خففت الدم واللي وصلت للمسائيل كيميائية في الدات اللي جعلتني نعود إعادة الترميم من الخلايا الحمقاء والميتة والضعيفة ولكن ده بكمل رمضان شنو غادي ندير؟ هنا أكيد غادي تطرقوا الديكستيام ديالشوال اللي فيها منافع كبيرة أنا غادي ما ننهضرش على هذا غير فاشي خرج رمضان غادي نرجع لواحد من نظام غدائي اللي يشبه ما شنودرت في رمضان يعني الفواكه نخليهم قبل الأكل يعني ماشي في رمضان عاوتاني نرجع نتغدا وعد نحط الفواكه مور الغدارة ما غادي نستفد من الفيتامينات ما غا نستفد من مودرة الأكسادة علش نبدو بشلادة بالخضر قبل ما ناكلوا اللحوم باش نجيبوا الأنظيمات اللي غادي نحضروا بهم داك اللحوم غادي نتحنوا بهم وغادي نهدموا بهم داك اللحوم دونك احنا ما يمكنش رمضان نستفد منه نقولوا صفيفهم ناها وغادي ننعيشوا بهم زيان ويخرج رمضان احنا نرجعوا للكشي نعم باش يخرج رمضان ان شاء الله بإذن الله غادي نرجعوا ليك ثلاثة ولا جوجد الوجبات في النهار وورجعوهم بهالطريقة اللي قلنا فيهم تكون هات سبع أنواع دي الأكل كميات وزنكي مصبقوا وذكرتش حلالي يعني الناس ميبقى وشفوش بوحدة كيعمرو كرشهم زيان يعني ناكلوهم على كميات وخوري يجعو للدني نحنا فاش يجيوعنا اللي يتاحوا الوزن ولا يزيدوا الوزن ويكون عندهم مرض ضروري مشيون نظام غذائي كنا نعطيهم فوقاش يأكلوا انا منا متفقاش باش البنادة بحلو الروبخ وندكون فطباح ومع العشرة ومع الاتناشة مع الاربع لا هاتك غير واحد المرحلة اه كنت دوسوها لان الوحد يجي لعن الصودة على تلاسة الوجبات يعني ما ناكلوش واحد كمية لغيا كبيرة انا كان شي معك بعيد يعني فاش يخرج رمضان وكونوا احنا في صحة مزيانة وما يكونش انا سومنا وما يكون عندك شي شي مرض ناكلو فاش نجوعو اه ناكلو فاش نجوعو يعني وخاما نحترموش وقيتة الغدالي الوحدة او لا لا ناكلو فاش نجوعو اخنا نجوعو اخنا دارون نحسوا بهذه كلمة الجوع كل هذة كلمة الجوع كتخلعو الله وكيف فاش نجع نجوع يوم مزيان يجيك الجوع؟ يجيك الجوع راك نتكس كتعملو واحد العملية ليه عادية يجينا الجوع وفاش ناكلو كناكلو بوحدة الحر العادية ما يجينا الجوع يعني فاش نبغيت نقول حنا كاختصاص التغذية ضروري خنشوف نظام لانك يجي عندك الشخص عايش فوضى او نام ولكن فاش احنا الناس فاش يكملوا معنا برنامج الغدائي ديالهم وكنكو نقول لهم دب احنا ما شعتناكم برنامج غداء احنا علمناكم كيفاش تعملوا مع التغذية يعني بحل شي واحد دوز البيرمي وخرج غدي صوغ ما يمكن ش هدك اللي علمو يصوغ يبقى جلس حدا عندك وقف الفغوج عندك دوز في هادا راقبت على التغذية سافي تعلمتي وخرج خود المسئوليات ديالك ولكن من بعد غدي تبقى تتحس معدات ديالك شنو اليوم اليوم انا حسيت بان عمليات الهادم ديالي ماشي يديك واجي نصوم نصوم اثنين و الخميس نصوم ايام البيض هذيك الثلثيام ديال ايام البيضرها فيها منافع كبيرة بالنسبة الناس اللي عندهم احتباس الماء حسيت برسي غي تحسي برسك ماشي هي دي قطع الماكلة ناخده غير الماء هلاش باش تتخلي الدات تقوم بعمليات الترميم ديالها وفاش نفرق الصوم او لتدوزني مرحلة ديال المرض عياء كونك بعد المرسة تقولك هي عيات وقطعات الماكلة خليها تقطع الماكلة لا يترلح تشي حاجة الماء هو اللي ميمكن نش نقطعه اكثر من واحد المدة بيان سعنا كنهدر على المواقف اللي كتكون طبيعية ماشي على واحد عنده مراد ومشاتل الشاهية لحقاش عنده امران انا ديما فاش تنهدر على النصائح سنهدر على مشكلة عام ما كان مشوش بالتدقيقات اهنا فاش يخرج شهر رمضان ان شاء الله بإذن لا نكون استفدنا بإنا نكملوا التسويق الدكي نكملوا التخزين نظيف نكملوا بإنا كنت نحضروا المواد بواحد شكل مسؤول نكملوا بإنا الفواكه قبل الأكل او لا مع الخضرح نقولوا ما عندناش الوقت ناكلوا الفواكه ساعتين قبل الغضاء ونحطوهم فلولد الغضاء ما شتي ما عنده حتى شي مفائدة نحطوا الفواكه مر الماكلة غير هذي عادة وصعاب تعلينا نحيدوها وما يعني ما احنا برأسنا كنوصي راسي أنا الأولى وكنوصي كوم وكنوصي الأطفال دينا فتقولك لما نعطيش الفواكه الطفل هتشدله الشهية